اتعرف لو فرق فرد فرد ربنا رجعهم الدنيا هي اغلطوا نفس اخطأهم تاني احنا عندنا منحة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنحية ايام خير وبركة ايام نفحات والامة الاسلامية جمعاء سواء العربية او الغير عربية كل الامة الاسلامية في استقبال شهر عظيم شهر مبارك شهر الخيرات شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة شهر القرآن والقرآن والصيام يشفعاني للعبد يوم القيامة تجي يوم القيامة تلاقي مينك حواليك كده قرآن وصيام واخدينك طلعين بك عالجنة يا سلام النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام علمنا ان القرآن وعلمنا ان الصيامة الاتنين دول صيام وقرآن يشفعاني للعبد يوم القيامة فالصيام حيتكلم الصيام حيتكلم يوم القيامة ويقول ايا ربي يعني يا رب منعته الطعام والشراب انا جوعته منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن ايا ربي يعني يا رب اصلي حروف النداء فيه حرف نداء للبعيد وفيه حرف نداء للقريب مش مقول واحد قاعد جنبك يقول له يا محمد ده مدعك جنبك يا حرف نداء للبعيد فالقرآن يقول ايا ربي منعته النومة بالليل ليه هو القرآن بيمنع النومة بالليل قاصة كان سهران بالليل بيقرأ قرآن اصلا هو بالنهار كان في الشغل في خدمة الناس وقضاء مصالح الناس وبيطعم ده وبيكسو ده وبيقضل ده مصلحة وفي شغله اللي بيقتات منه واللي بيجيب لقمة عيشه اللقمة الحلالة الطيبة فبيجي بقى بالليل بيمسك المصحف مش بيمسك الرمود اه مش بيمسك الرمود ده فيه ناس مساكين من وجهة نظري مساكين جاي بورقة وكاتب المسلسل الفلاني الساعة كذا على قناة كذا والمسلسل العلاني الساعة كذا على قناة كذا يا مسكين حد يسيب رمضان يعني القرآن بيقول له يا رب ده أنا كنت مصهره بالليل بيقراني شفعني فيه فيشفع القرآن السؤال بقى المسلسل هشفع لكي من القيامة يعني يعني ايه المسلسلات والحيات اللي أنا بتشوف يقول له يا رب ده أنا كنت مصهره قدامي مصهره قدامي ميرضيش ربنا والله هنمشي وحده وحده كده أنا بعمل لسه مقدمة كده هنمشي وحده وحده كيف نستقبل شهر الخير شهر البركة شهر الرحمة شهر الغفران شهر العتق من النار شهر الصبر شهر المواساة كيف نستقبله يا حضرات كيف تعد العدة شهر لسه من شوية ربنا قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بص يلا جاهز حكتك لبكرة